ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي والرياضة والترفيه وغيرها وقد أدى ذلك إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر الاقتصاد البحريني اليوم اقتصادا متنوعا راسخا ومتوازنا ومستدهم ففي الأعوام القليلة الماضية تم تحقيق العديد من الأهداف قبل المواعد المحددة لها وهو ما يؤشر إلى كفاءة وجودة التنفيذ ومن بين القطاعات التي شهدت تنمية كبيرة قطاع المشروعات المالية والسياحة والتجارة بالإضافة للأنشطة العقارية وخدمات الأعمال والتي شهدت في الواقع نهوا اقتصاديا وتطورات عديدة لتكون أحد أهم روافد الاقتصاد غير النفطي هذا الانتعاش القوي يأتي بالتزامن مع توجيهات سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إجراء مشاورات لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 ما يعكس عمق الفائدة المحاققة من الخطة ودورها في تسريع وطيرة التعافي الاقتصادي في المملكة ولعل من أبرزها تلك القطاعات غير النفطية التي تواصل مؤشراتها بالارتفاع ونتيجة للجهود المستمرة في تعزيز التنويع الاقتصادي يشهد الاقتصاد المحلي توسعا في القطاعات غير النفطية حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.16% خلال الربع الثالث من عام 2023 وواصل قطاع المشروعات المالية تصدره للمرة الرابعة على التوالي حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نسبة تقدر بـ 18.20%